أطفالي أكلام وسيمي أكلام السمي لك كان عمرك خمس سنين وقت كنت بالنهار وككبرت يا طرين كبرت اسم الله عليها تحياتنا متابعين النهار والنهار العربي بحلقة جديدة من برنامج عينك على الشاشة ضيفتي مخليتني حس أنه مش بس بقضية عشرين عشرين ولا قضية عشرين أربع عشرين تعرفوا ليه؟ لأنها كتير موهوبة ولأنه عم ننبسط فيها بكل رمضان لأنها عم تزيننا هالشاشة الصغيرة بهال هيك التطور التمثيل الحلو اللي عم نشوفه معه سنة ورا سنة وفعلياً كبرت البنوت تالين برجيلي هي ضيفة اليوم بالنهار ويميت أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا كيف اكترين؟ مفترض يكون فيه هيك نشاط وحيوية اليوم عطلين ما في مدارس كله رواء كيف هيك عادة بتقضي عطلتك تنبسط فيها بتعملي اكتيفتيز بترايحش شوي من أجواء الدرس او بيضل مشغول بالك يعني انه بعد عندك كم يوم بتخلص الفاكيشن لا عادة انه بيخد وقت عادة انه بدرس الصبح برجع بظهر يعني وهيك عادة عادة كله يتم منسة ورواء وقت كان عمرك خمس سنين كنت ضيفتي وبخبرك على سر انه المقابلة كان الصعب كتير معيك وانت بهيدا العمر لانه حدا كتير موهوب وحدا كتير ذكي وكان عم يعطيني إجابات هيك يعني أكبر من عمرك فاليوم اسم الله عليك تلين من كم سنة لورا ولليوم هيك شو بتحس تغير فيك؟ هلأ حسيت انه بفهم أكتر يعني وبعرف احكي أكتر بسم الله عليك بوقتك انت ما شاء الله يعني اكل الجو كله يات وتالين كيفك اليوم هيك كمان مع الشهرة اللي عم تحقيقية انت يعني مبلش من عمر صغير بس كل ما واحد يكبر بيستوعب الشهرة كيف عم تتعامل مع الموضوع؟ هلأ انه الشهرة أنا بحبها يعني كل ما روح لمطرح مثلا بيتصوروا معي وأنا بحب هيدا الشيء بمبسط عادي يعني ما بتحسي انه انه اليوم انه انت ظاهرة مع عائلتيك بيجوا كتار بيجوا تصوروا مع تالين انه طيب أنا بدي كمان مي برايفت زون لا عادي مم عادي بتحبي هيدا الشيء بتحبي هيدا الشيء اليوم رفقاتك كمان يعني نحنا عم نحكي لما تظهري حتى بالمدرسة كيف تعامل أصدقائك معك بالمدرسة انه بيضلوا يتحشروا يقولوا شو حيصير شو حيصير بس أنا ما بحب أقول براف فبقللون انه حضروا بتعرفوا شو حيصير يعني ما أنا هيدا اللي كم بدي إليك يا يعني اليوم نحنا عم نتابع ميرا بعشرين اربع وعشرين بكل حلقة أكيد عندك بستيز انت بتتواصلي معهم بتحكوا بكل حلقة بيحكوا معك بقلولك نقلينا خبرين اشي شغلة ممكن عطول عطول بس ما بقللن انه انه حضروا برافو هيدا يعني المهنية بامتياز كيف هم يرع معك مبسوطة مننا هلا انه كل ما احضروا بمبسيت بس بقول انه في اعمل احلو حلو انه يعني انه كل مرة ع مرة في اعمل احلو تحضر حالك كتير مليح بتركز بكتير تفاصيل هيدا الجوتي طبعا كل ممثل مين عطيك هيدا التب فيليب فيليب عطيني التب وهو معلمني يعني كيف مثلا لانه انا بلشت تمثيل من ورا فيليب لانه هو كان بده مثلا كان عنده فيلم وهو كان بده بنت صغيرة كلمة تمثيل فسا قالني اذا بدي يمثيل بقلت له اي اكيدة وهوني بلشت تمثيل وليه وقته قلتيله اي يعني انت شو خليك تقولي انه انت بتحب التمثيل انا بحب كانت بحب التمثيل لانه بشوف كتير عالم عم بمثله وبقول خلص انا بدي سير متلون اليوم بعشرين اربع وعشرين شخصية ميرا عم نشوفها اخذ مساحة كتير حلوة اخذ سبيس كتير حلو بالمسلسل وكل حلقة صرنا عم ننطرها وعم ننطرها هي والطنت رسمية هلا اول شي عم تنبست بس يقولولك فانجالوزا هلا اول ما سمعت الكلمة فانجالوزا شوية ضحكت لانه بتضحك يعني ايه ميرا فين قلك ميرا اليوم ولا تالين كيف علاقتك مع رسمية هيدا السويتش هيدا هوا شي كنتو مطايقين بعض كنتو مطايقين بعض لانه حسيت انه هيك ما بتهتم يعني ونشسى وفا هيك بس بعدين صرت تتحن علي وحبيتك كتير يعني بالمسلسل ايه حنان صهرت ماشي بتدمع بس تشوفك عم تدمعي بهيدا المسلسل بكيت كتير بتعبت من البكة عطينا تبس الممثل انت اليوم سمل عليك عنجاد موهبة بينشاف الحال فيها واليوم متابعة انت عم بتابعك الجمهور مش بس لبنانيا انا مع عربيا وكتير حبينا اللي عم تقدمي بتعبك البكة بتعيش اللحظة عنجاد هلأ ما بتتعب البكة عادي لانه من انا وصخيري انا لازم افكبين وسلسلات دغري عادي هلأ لا ما بتعب من التمثيل انه بحبه عادي هيدا العلاقة هلأ مع رسمية تنت رسمية بتعيتيلا كلمة تعيتيلا تنت رسمية شو بتقليك تقبر قلب لرسمية صح وقعت من كم يوم ونشغل بالي عليك انا من اول حلقة كنت بتقليك كيف اميرا طمنيني عميرا كيف اميرا هلأ عارفي ما رح قليك تكشفيننا قصاص لانه اسم الله عليك مبيني من الاول اذا اصدقائك ما حتقليلون حتقليلي لا الي اكيد لا هلأ هو ماشي مساشي بس كسرت ايد ياي علي انا شو كسرت ايد شو هيني كسرت اليد ايه طيب خبريني اليوم من بعد ما عملت عشرين عشرين ووصلتي لعشرين اربع عشرين يلي هو بارت توم من عشرين عشرين لقائك مع اواشي كارمن لبوس اليوم من بعد ما حلصته كمان تصوير شو بتعيتيلا بس تشفيلا بعدك بتعيش الكاركتر مع ممكن تعيتيلا تنت رسمية ولا شو بتعيتيلا كارمن لا انو بعيطلى كارمن عادي انو بس هي كتير حلوني طبيعا يعني كتير قريبة للقلب وكتير بتغنجني يعني انو بحبه كتير شو علقائك مع نادين انجيم نادين انجيم كتير حلوني متل المسلسل هي زيتا يعني بتاعت الحني من كل قلبا وقتا رجعنا وتلقينا من جديد انو دغري وقتا دغري قلتلي وقلتلي اي شو كبراني ويعني قلتلي كتير كتير كبراني بتعطيك شي على ستة تصوير هيك اصاص مثلا انتو جمعكن مشاهد قوية يعني شو هربانين وعلاقت بمطرح شو هيك بصير في هيك شغلات انتو بجو الاكشن يلي عم بتتقدو انتو نادين ضحك حالو انو احقلك مارة ضحكنا كتير اتا كنا هيك بالسيارة وقتا قلبت السيارة فالو صح صح كان في هيك بقر مظبوط كان في بقرة قدام هون قدام السيارة اوكي بس رجعنا عدنا وفلت البقرة وبلشوا يدوروا عليها وما يلقوها ايه هني كان فيه بقرتان انا عم بعتقد لك قدام ركزي فاخشي لأول بقرة ورجعنا كافينا ادي اخدت هايدي وقت تقريبا يعني الشي نص ساعة والله بتذكر انا كمان كارمن لبوس كانت حطى كواليس منه هيدا المشهد البقرات كانوا مكايفين عم ياكلوا رواق في مشهد لما بتكون اول ما بيخطفوك وبيحبسوك وبتكون امك نادين فوق يعني قبل ما تعايتيله وتشوفيه في مشهد درات بس شفتي يعني اكيد خفتي تالين بتخاف عن جد منه يعني لما شفتي انت بان الحقيقة لا مخفت منه انا لانه صغيرة يعني ايه بس انت بتحب هايك شي يعني عادة تنفر منه وتخاف منه لا اذا صغيرة لا بس اذا كبيرة ايه 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 اكيد وكيفك مع ابو كوكو ايه كثير مخضوم ابو كوكو انا كثير بحب الحيوانات خاصة لن البسينات يعني وطا يكون معي مثلاً ملمشهد ويعاملوا كت وعطو البغنجو يعني كثير متعلقة فيه تعميتي أكثر ممرة وضرت بالك عليه أصلاً بعتقد خطفتي لقلبة رسمية بس شافتك عم تعتني بضانة قلبة لهو أبو كوكو من بعد المسلسل أنت بتحبي مثلاً لما بتتعلق بهك حيوان مثلاً بتتطمن عليه أو ممكن تتعلق فيه أكثر طربتك علاقة هلا كتير بحبه لأبو كوكو أنا كتير وهو يعني كتير مهضوم يعني تغري أنه هو تعود تغري علي بيسير يتغنّج علي يقض بحضنة يا حيالله شيء بس إنه كتير مهضوب في المشهد أنت ومسطحة فيك أنت حاطتي هيك حسيته عنجات كأنه يورون بات يعني خبرين تالين بعشرين أربع وعشرين هو صحيح مسلسل من الخمسة عشر حلقة بس أكيد 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 متل كل المسلسلات بيكون فيما هيكي شي شغلة صارت شو مصيبة صارت غير قصة البقرات شوفي شي هيك عن جد ما بتنسيه من بعد مخلصوا التصوير صار شي هيك بدحك معكم مثلاً غير البقر ما فيه كلا ياتو أكشن بعض العالم اليوم متعلقة كمان بشخصية خلود بين ميرا وخلود لمين بتميل تالين؟ ميرا ميرا لأنه شخصيتي كتير أنا شخصيتي كتير معلقة بأمي وانا حنونة يعني بس بس في شي بيشبهني أنا وخلود أنه شخصيتي قوية يعني أنه خلود شخصيتي قوية وأنا شخصيتي قوية وبميرا زيت أنه علق بأمي حسنتي كتير بتشبهيك شو بتقولي لأمك اليوم مرأة وكلياتنا عبرنا وأكيد أنا بنتي كمان عبرت كتبتلي لتر أنت كيف كان هيك تعبير الحب منك من تالين لأمك ميرا؟ أول شي مسلاً أنه عملت لها كارت وكتبت لها رسالة ويعني بيت معا كل نهار يا نعم يعني إيا لقلبك يا ميرا شو بعد فيه؟ أعطي أبو كي ورد خالك فليب أسمر وانت كتير بتنسألي بالمقابلات عن هيدا البوند الحلو بينك وبين خالك بس أكيد عصد التصوير هو مين بيكون؟ بيكون دايركتور بيكون المخرج بس مخرج مش خالي ولا شي خبريني هلأ من بعد ما أنت عم تكبري كيف صار طريقة التعامل بينك وبين خالك بساتة التصوير؟ هلأ أولا تكبرت صرت أفهم عليه أكتر ويعني كلمة يعطيني شي ملاحظة دغرة بعملها يعني ما بعيد ألف مرة كلمة لأعرف الملاحظة طب بتوصل للمطرح هيك تالين بتقولي أنه تعبت مثلاً عطوني بريك أنا هالسنة ما بدي مثل خلييني عم بركز على درسي وتوهفن ويعيش هيك حياتي وكذا؟ لا أبدا هالقد متعلق بالتمثيل؟ كتير متعلق بالتمثيل طب اليوم أنت عم تدرسي كيف عم بتوفق بين درسك بالمدرسة ووس يكون عندك تصوير؟ بتاخد دروسك معك مثلاً على عسات التصوير؟ بخد مثلاً بقعد بوقت البريك بقعد بالكارافان هيك بالدروس وقتاً يصير دورة دغرة بعملها طب وأنت ودرست مثلاً عم فكر معك درست هلا وأنت بعد دقيقتين ثلاثة عندك مشهد تبقي عم بتفكري مثلاً إذا استوعبت الشغلة مثلاً بكرا عندك شي هتسمعيها مضبوط أو هتعملي بالفحص ممكن تفكري بالموضوع أنتو بالمشهد؟ تفكر أنه في عندي كتير حفوز يعني أنه مثلاً بدي في معلمة أعطتني بويازي والتمثيل يعني أكيد بدي أحفظ فبديع بعيناتهم شوي بس أنه ولا مرة بصرت معي أيوة كبير يا تالين كنت بدي كمان أسأل في حدا يعني ما بعرف أنا أكيد أنت ما حتلح قتابع التفاعل على السوشال ميديا كلياته لأنه أكيد بالألاف يعني عم بيكون شخصية بتعقدي ومحبوبة كتير وعم بتزيدي هضامة وموهبة أكيد ما بتلحق على كل الكومنتس يعني لا إنه عادة إنه ما بقريون أنا بس أوقات بقريون يعني إنه إذا البوست مثلاً علي كتير كومنتس بقريون كمان بدي أسألك شغلة على السوشال ميديا هلا بعرف أنه يمكن ما أنت بتديري صفحتك صح؟ مش أنا طبيعي يعني بهيدا العمر كمان كتير حلو أن يكون فيه إشراف علينا وهالشغلاتها لأ أنا لا حس حالي أنه أنا بوجي بنتي وعم قلة التبس يجب تعملهم على السوشال ميديا بس أكيد ما بعرف إذا كمان بتلاحق تتابع كل التعليقات لسم الله كتار 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 بتشوفيهم؟ عادة بقريون تقريون؟ تتفعلي معهم؟ ممكن تقولي مثلاً أنا عبالة يرد على حدا تقولي مثلاً لأمك مثلاً كتير حلو هيدا التعليق عجبني بدي أرد عليه مثلاً هلا أنا شخصياً ما بكتوب إنه بس ماما أو خالي بكتوب طيب خالك شو أكتر نصيحة من وقت ما بلشت تمثيل لليوم مخبريك إياها وبتضل هون ما بتنسيها بيقلي متهم للدارس أنا بحبك إنه بتمثلي بس متهم للدارس حلو شو عبالك بس لما تكملي درسيك وتتخرج من الجامعة إن شاء الله عبالك تكملي بهيدا عالم التمثيل ولا عندك شغف تاني مثلاً ممكن شي مهنة تانية مع التمثيل هلا مثل ما قلتليك من قبل أكيد بحب التمثيل وحكا بميل بس مثل ما قلتليك من قبل بدي أطلع مثلاً دكتورة والأطفال يعني لأنه أنا شخص كثير بحب الأطفال يا حبيبتي بس إذا ما طلعت حكيمة أطفال بعمل شي خاص بالأطفال لأنه كثير بحبني يعني اليوم أنتو عم تطور قدراتك بالتمثيل مين عم يشرف عليها؟ مثلاً قبل ما يكون عندك دور مين بيدربك على الدور؟ مين بيحافظك إيه؟ مين بيتابع معيك؟ ماما نوجه له تحية أكيد ومنها نعيدها ولو كان مأخر منها إلا ينعاد عليها بالموترز داي مين عبالك بعد اليوم تمثلي معه؟ مثلتي مع ماجي بغصون مثلتي مع دانيالة رحمة مع الندينة سيبنجيم كنت دلوعتها لليليان نمري واليوم دلوعت كارمن لبوس وإذا بدي عد لمسلين اسم الله عليك ومع كارين رزق الله شو بدي عد ما بخلص؟ مين عبالك كمان ترجع توقفي معه؟ أو إذا بعد ما ممثلتي معه عجد عبالك هيك تمثلي معه تكوني معه؟ أنا شخصية حبيتهم كلهم كلهم يعني بيعطوا حنان من كل قلبهم شخصية خلود لو اليوم رجعت انعرضت عليك هيك افتراضياً أنا عم فكر هيك بطريقة خيال إذا نقال أنه بعد شنهار فيه شخصية بتشبه خلود ما حقول للموت أربع مثلاً شخصية بتشبه خلود بعد أكتر من خلود سنت تقبليها مع السفستك تبعك والأصص كلها ياتا شخصية خلود كتير مهضومة وأنا كتير حبة لهالشخصية نزعجت شي لما كتير من الصحافة مثلاً بالإنترفيوز يسألوك أنه أنه قدي بتشبه هيك خلود أنه بتحكي كلام ما أنه حلو أنت لكن تحس أنه هيك البوديلانجوج طبعك أنه أكيد ما بتشبهني خلود أنه أنا تلين بس أنه ما بنزعج أنه بالنهائق مسلت هذا الدور شو عبالك تمثلي بعد بتتخيلي حالك أنتو عم تحضري مثلاً شفي الم معين بتقولي أنا عبالي أعمل هيك كاركتر بعد خلود خلود كاركتر كتير مهضومة ويعني هيدا أكتر كاركتر حبيته بكل المسلسلات اللي عملتن واو يعني بعد عبالك كمان شخصية مثل خلود تعمليها مرة تانية طب شخصية غير خلود شو أكتر أفلام مسلاً ممكن أنت تفوتي فيها بتستهويك أو بتحبيها مسلاً أكشن أكشن خطيرة خطيرة جداً من هيك أنت فيتي بقضية عشرين أربع وعشرين طب هلأ وقعت ميرا وقلبها صار بالأرض لرسمية تونت رسمية ما حقلك تسبويلت يعني بس أنه بعد فيه كام حلقة الوضع بيطمين عادي ماشي ماشي بس كثرت إيدا طيب كثرت إيدا طيب وبعدين أنه أنا عم بحاول أنه غش شوية أكيد يعني أنا عارفة عارفة أنه كلمة السر ما رح تعطينا إياها بالحلقة ستالين بس أنه في أحداث حتصير أكتر بعد هلأ بالحلقات الجاية إيه كتير هيجعنا قلبنا شيء هلأ مش قد أول شيء أه مش قد أول شيء لأ وجعنا قلبنا كتير وكيت كتير أنت يعني من أول المسلسل كنت معصبة بدك تليفون وبعدين خطفونا إياك وبكونا إياك وبعدين أخدت يعني أخدتك تونت رسمية وهلأ أنت معا مبسوطة بالمساحة الكبيرة اليوم عم تخطيها بعشرين أربع وعشرين مبسوطة كتير عم نحضريك وصرنا عم نتعرف أكتر اليوم على تالين بمشاهد طويلة عم بتكون أنت ورسمية أنا حابة هيدا الشيء حبيت هيدا الشيء لليان نمري قدا بتحبيها تحبها كتير لليان يعني أنا لأنه سامعتك كتير بتحكي حكي عنا قبل شو أكتر شغلة مهضومة تذكريا بليليان نمري شخصيات الكاركتير طبعها كتير بضحك كان رائع كان كتير مهضوم على قد ما كانت شريرة ما كنا قادرين نستوعب أنا شريرة بس كتير قسيت عليكي وقتها هرقتك شو أكتر شخصيات كمامة تذكريا من مسلسل للموت وقتها أول مرة قال لي فليب أنه قول استفستك أنا ما عرفت أوله بعدين ما شاء الله فتحت منيح استفستك وما خليتي لهم شي للعالم اليوم شو بتقولي للصبايا والشباب اللي مثل عمريك واللي أصغر منيك اللي عن جد عندهم تالنت وعبالهم يمثلوا شو بتنصحيهم شو اليوم أنت أخذتنا نصيحتك من خالق بس أكيد صار عندك كمان تفكيرك الخاص بهذا الشي إنه جاربو يشوف إذا عندهم تالنت بالتمثيل أو شي حيال الشي إنه إذا عندهم تالنت ما يخبوه خلص هلق عشرين أربع عشرين أكيد خلصتوا التصوير التصوير كأنه عرفنا كان فيه جو برد أو شي صراحة اللجنة يعني كلهم لابسين هيك كنزات وجاكتات فوقون وأنا لابسة ركار يعني كلهم رقاء فبس ما مرضت ما يبعيد شهر عن قلبك عم بتتابع شي كمان مصرسلات عم برمضان عادة عم بتتابع غير المصرسل اللي أنت بتمثلي فيه لا بتركزي عكل حلقة بس بتكملي الأصص هلق قرب عشرين أربع عشرين بعد كم حلقة بيخلص ما حنسألك على النهاية لأنه اسم الله عليك يعني بتاخدنا على البحر وتردنا عطشانين عادي رواء آه أه في مشاريع جاية هلأ يعني اسم الله عليك كل سنة عم نشوفيك بدور ورا دور سأحقل بعد ما بعيف انه بكير شوي بكير شوي بس أكيد هيدل بباليك انه أنت مستحيل غيبة عن الشاشة لازم تكوني موجودة ونحن أصلا يعني من المقابلة هيدة وبكل مقابلة حنحكيها معيك رح نضلنا نسأليك شغلات حلوة عن تالين وكل سنة حنشوف فعلا تطور بهالموهب الكتير حلوة عنك هلأ قربت تخلص الباكيشن لحقت كل دروسك خلصت كل شيء كله تمام طب طب هك كتير اوفر انت كتير يعني بنت مثالية على البكلي ما بتشاغبه ابدا يعني ما في خلود شوي ظاهر منك ابدا كرمالة طيب نطفى ما بحب انه انه عن حقيقة هيك اعمل لانه لا اكيد مش متل خلود بس انه انت هيك بطبعك مثلا بتحب تستكشف قصص بتحب تشاغب بشي مطرح هيك تكون عم تعملي شغلات من باب الحشرية مثلا اوكي انا حشورة شوي قولي بعد شوي اذا اليوم بدك بدنا ننهي معك الحلقة ايا شخصية عبالك تنقيا في اتنين حالو خلود وميرا اه اولا حبلش مع خلود كنت عطول قول استفاستك يعني بكل حلقة تقريبا كنت بقول استفاستك اعم وبميرا كنت عطول قول ماما وافتحوا للباب لانه زربونا كتير طب هلا انت قلتي لي استفاستك بس مش على طريقة خلود قلتي ليها على طريقة تلين وميرا قليلي تطلع بالكاميرا لو سمحت وخلي اللي ما عارف يعرف مين هي خلود يتذكرها يرجع يلعل افوكن عابلي خلافوكن عابو استفاستك تبعكن تلين انا كتير بحبك وانا كتير ومبسط لما عنجات بحكي معيك وكتير بكون عندي صعوبة انو اسم الله احكي مع تلينت اليوم عندك اليوم عمرك 11 سنة بس منحس حالنا انو عم نحكي مع حدا عم يكبر بعالم التمثيل وهالموهبة اللي فخوريا فيها قد الدنيا وحنظل ناطرينك برمضان الجاي لنشوف شو بعد عندك كاركترز بدك تقدمينا ياهون شكرا لك انك كنت معنا اليوم بالنهار وهيك شو عبريك تقولي كلمة اخيرة قبل ما نخطم مع المتابعين انجاب شكرا لانو انو عملتوا انترفيو معي وانا بحبكم كتير نحنا ويلاف يو مور متابعين نهار نحنا وصلنا لختم حلقتنا تابعونا اكيد بحلقات جديدة من برنامج عينك عالشاشي